في أكبر رشقة صاروخية يشهدها شمال إسرائيل منذ بداية العدوان على قطاع غزة والجنوب اللبناني أطلق حزب الله نحو مئة صاروخ من الجنوب اللبناني نحو أهداف عسكرية لجيش الاحتلال في مستوطنات الجليل الأعلى والجليل الغربي وبحيرة طبرية وللمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي يسمع دوي الانفجارات في مناطق واسعة بالجليل الأعلى والأغوار وبحيرة طبرية بجانب أكثر من ثلاثين مستوطنة إسرائيلية نتيجة لتصد الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال التي لم تتمكن من صد بعض منها ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة في المستوطنات الشمالية فضلا عن تأكيدات لحزب الله بوقوع إصابات مباشرة لعدد من المواقع العسكرية وإصابة مباشرة لشركة رافايل العسكرية والتي يعتمد عليها جيش الاحتلال في تطوير بعض الأسلحة القتالية حالة الذعر التي أصابت جيش الاحتلال الإسرائيلي دفعته لإطلاق تحذيرات إلى المجالس المحلية بالمستوطنات شمال إسرائيل بإطلاق تحذيرات للسكان بالدخول إلى الملاجئ وذلك لمسافة تمتد إلى أكثر من عشرة كيلومترات جنوبي الحدود مع لبنان على الجانب الآخر قام جيش الاحتلال الإسرائيلي برد عسكري تمثل في قصف مدفعي استهدف محيط البلدات الحدودية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان فضلا عن توسيع دائرة احتياطاته الأمنية خشية وصول الرشقات الساروخية التي تنوعت في طرازاتها إلى البنى التحتية للمستوطنات الشمالية وتجيء الرشقات الساروخية لحزب الله على شمال إسرائيل في أعقاب استهداف مسيرة إسرائيلية بثلاثة صواريخ لأحد المنازل ببلدة جويا جنوبي لبنان ما أدى إلى مقتل أربعة عضاء من حزب الله أثناء اجتماع لهم قيل عنهم إنهم قيادات من الصف الأول للحزب وبينهم أكبر مسؤول بالحزب يتم اغتياله منذ بداية العدوان على قطاع غزة والجنوب اللبناني ما يفتح الباب أمام توترات متزايدة في المنطقة الحدودية اللبنانية الإسرائيلية